بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أعزائي الطلبة في كل ربوع هذا الوطن العزيز السلام عليكم نستمر في إظهار التخصص الوظيف للبروتينات في الاتصال العصبي توصلنا في الحصة السابقة إلى فهم آليات وضع البروتينات في نشأة كومون العمل على مستوى الليف العصبي هات كومون العمل ينتقل على طول الليف العصبي ليصل إلى النهاية العصبية نريد في حصتنا اليوم الإجابة على السؤال التالي كيف تترجم الرسالة العصبية قبل المشبكية في مستوى الشق المشبكي والعصبون بعد المشبكي هيا معي نسترجع آليات النقل المشبكي بواسطة المبلغات العصبية تابع معي المحاكاة التالية عند وصول موجة زوال الاستقطاب إلى الزر المشبكي تنفتح قنوات الكالسيوم المرتبطة بالفولطية ويدخل الكالسيوم إلى داخل الزر ويسمح بهجرة الحويسلات المشبكية وتحرير المبلغ العصبي لاستي الكولين في الشق المشبكي يتبث المبلغ العصبي على مستقبلات القنوية الموجودة في الغشاء بعد المشبكي فتنفتح القنوات المبوبة كيميائيا لشوالج السوديوم يدخل السوديوم فيتولد كومون بعد مشبكي منبه في العصبون بعد المشبكي يتفكك المبلغ العصبي ويعاد امتصاص نواتج التفكيك من طرف الخلية قبل المشبكية هذا فيما يخص المشابك المنبهة كيف تعرف انها منبهة؟ لان المبلغ العصبي لاستي الكولين يثبت على مستقبلات نوعية يفتح قنوات مبوبة كيميائيا لشوالج السوديوم شوالج السوديوم موجبة دخول شوالج السوديوم يحدث زوال استقطاب لهذا تدعى منبهة رأيت كذلك في القسم المشابك المثبتة ما هو المبلغ العصبي المتدخل هنا؟ هو الجابا عند تحرير الجابا في الشق المشبكي يتثبت على مستقبلات نوعية له ويفتح القنوات المبوبة لشوالج الكلوغ دخول شوالج سالبة يحدث افراط في الاستقطاب في الحالة الطبيعية يوجد مشابك منبهة ومشابك مثبتة زوالات الاستقطاب الناتجة عن المشابك المنبهة وإفراطات الاستقطاب الناتجة من المشابك المثبتة المجموع يمكن أن يحدث تقلصات عادية وطبيعية تقلصات عضلية بالطبع لكن يوجد حالات مرضية أو حالات غير طبيعية مثل القلق ما هو القلق؟ هي حالة نفسية تنجم عنها اضطرابات جسمية تترجم في معظم الحالات بتقلصات عضلية تكون غير متوقعة ومفاجئة يمكن معالجتها بأدوية من الصنف بنزوديازيبين مثل الفاليوم الفاليوم يؤثر على المشابك العصبية العصبية نتساءل لماذا هذه التقلصات المبالغ فيها رغم وجود المشابك المثبتة للإجابة على هذا التساؤل نستعرض معا سلسلة من التجارب أنجزت على عصبون محرك متصل بعصبونين عين واحد وعين تنين أحدهما مطبط والآخر منبه النتائج والتجارب مبتلة في الوثيقة واحد المطلوب حل النتائج الوثيقة واحد ماذا تستنتج فيما يخص أسباب حدوث التقلصات العضلية فكر للحظات لا تنسى أن في التحليل يجب أولا أن نمر باستخراج العناصر ثم ننشئ علاقة بين هذه العناصر ونستخرج في الآخر الاستنتاج لاحظ عند التنبيه في S1 نسجل فرط في الاستقطاب يدعى PPSE يصل إلى ناقص 80 ميلي فولت في R1 من العصبون المحرك بينما نسجل كومون راحة في R2 ولا نسجل أي كومون عمل على المحور الأسلواني ولا يحدث تقلص الليف العضلي الآن عندما ننبه في S2 ماذا تلاحظ؟ نلاحظ أنه يحدث زوال استقطاب في العصبون المحرك يصل إلى ناقص 30 ميلي فولت فهو يفوق العتبة سعة هذا الزوال تقدر ب40 ميلي فولت وهذا ما يسمح بتسجيل كومونات عمل في المحور الأسلواني بتواتر معين ويحدث تقلص الليف العضلي الآن نقوم بتنبيهين في S1 و S2 في آن واحد ماذا نسجل؟ زوال استقطاب يصل إلى ناقص 60 ميلي فولت فهو أقل من العتبة هذا الزوال ناتج عن التجميع الفضائي لPPSE المسجل في المشبك واحد وPPSE المسجل في المشبك اثنين المحصلة كانت زوال استقطاب سعته صغيرة تقدر ب10 ميلي فولت لا تكفي لتسجيل أي كومون عمل في المحور الأسلواني ولا يحدث تقلص الليف العضلي لاحد فالمعلومات التي تلقاها العصبون المحرك في المشبكين واحد واثنين تغير من كومونه أثناء الراحة والمقدر بناقص 70 ميلي فولت ماذا نستنتج إذن فيما يخص أسباب حدود التقلصات العضلية إذا بلغ التغير في زوال استقطاب ناقص 40 ميلي فولت أي العتبة يتولد كومون عمل في المحور الأسلواني ويحدث تقلص عضلي نستمر الآن في سلسلة ثانية من التجارب أين نستعمل مبلغات العصبية الغابة والآستي الكولين النتائج حقن هذه المبلغات مبينة أمامك في الوثيقة 2 تابع تبين الوثيقة 2 نتائج حقن كل من الغابة والآستي الكولين في المشبكين 1 و2 في غياب التنبيهين S1 و S2 المطلوب ما هو أطر حقن الأسلواني الكولين والغابة في المشبكين 2 وماذا تستنتج فكر للحظات عند حقن الغابة ماذا تلاحظ تلاحظ فرض في الاستقطاب يماتل ما سجلناه إطرة التنبيه في أسأع من الوثيقة 1 يمكن أن نستنتج أن المبلغ العصبي للمشبك 1 هو الغابة والمشبك ميم 1 مثبت الآن عند حقن الأسلواني الكولين في المشبك 2 ماذا تلاحظ أكيد زوال استقطاب يماتل الذي سجلناه إطرة التنبيه في أسدو من الوثيقة 1 يمكننا أن نستنتج بأن المبلغ العصبي للمشبك 2 هو الغابة الأسلواني الكولين والمشبك ميم 2 منبه نريد الآن معرفة نوع البروتينات المتدخلة في المشابك المطبطة وعليه نعزل قطعة من غشاء البعض المشبك للعصبون المحرك وتحصلنا على الوثيقة 3 المبينة أمامكم المطلوب ما هي المعلومات المستخلصة من الوثيقة 3؟ تماعا في الوثيقة أحسب عدد تحت الوحدات على ماذا تحتوي هذه الوحدات؟ المعلومات المستخلصة من الوثيقة 3 كما يلي قل مستقبل غابة يتكون من خمس تحت وحدات تكون قناة الكلاخ قل تحت وحدة لاحظ بها مستقبل لمادة كيميائية معينة قد يوجد موقع للغابة موقع للبنزوديازيبين موقع آخر لمادة البيكخوتوكسين مواقع أخرى لمواد أخرى بما أن هناك مواقع البيكخوتوكسين والبنزوديازيبين نتساءل ما هو تأثير هذه المواد على المستقبلات الغابة ولهذا أقترح عليكم الوثيقة التالية لاحظ تبين الوثيقة ربعة النتائج المحصل عليها إطرح حق مادة البيكخوتوكسين وبإمكانها التثبيت على المستقبلات الغابة كما رأيت في الوثيقة السابقة المطلوب ما هو أطر حق مادة البيكخوتوكسين في مستوى المشبك واحد مادة تستخلص لاحظ معي في التسجيل واحد تسجيل محصل عليه في أغان إطرة تنبيه أسآ بدون حق البيكخوتوكسين في المشبك واحد تلاحظ أن في غياب بيكخوتوكسين تنبيه العصبون عين واحد في أسآ يحدث مادة فرط في الاستقطاب لغيشاء العصبون المحرك فيتغير الكومون الغيشاء من ناقص 70 ميلي فولت إلى ناقص 72 ميلي فولت وهذا نتيجة تأثير المبلغ العصبي الجابة كما رأيناه سابقا الآن في التسجيل التاني هذا التسجيل محصل عليه في أغان إطرة تنبيه أسآ مع حقن البيكخوتوكسين في المشبك واحد تلاحظ أن حقن مادة البيكخوتوكسين في المشبك واحد المثبت يمنع تغير الكومون الغيشاء للعصبون المحرك إطرة تنبيه في أسآ فمادة البيكخوتوكسين تتثبت على مستقبلات الغابة للعصبون المحرك تثبيت هذا البيكخوتوكسين يمنع تأثير الغابة في الشق المشبكي وهو ما يعيق حدوث الاستقطاب المفرط ماذا نستخلص؟ تثبيت مستقبل الغابة المثبت يجعل العصبون المحرك تحت ذأثير مشبك الأستيلكولين المنبه فقط مما يزيد من زوالات الاستقطاب والتقلصات العضلية في مثل هذه الحالات يمكن أن يظهر القلق في الحالة الطبيعية لا يوجد في عضويتنا البيكخوتوكسين هو السم يستخلص من نبات تخوبيكالونازي يستعمل غالبا في علاج التسممات بالمخضرات كالمخفين لكن في عضويتنا يوجد آليات تتسبب في نفس الخلل من هذه المعلومات نفهم أن القلق سببه هو خلل على مستوى مشابك الغابة فجزيئات الغابة تصبح غير فعالة أو يضعف تأثيرها مما يقلل من البي بي اس اي ويصبح العصبون المحرك تحت تأثير المشابك المنبهة فقط فزوالات الاستقطاب المتشكلة تولد كمونات عمل بتواثرات شديدة تؤدي إلى تقلصات غير متوقعة ومفاجعة نتساءل كيف تؤثر المواد من صنف بنزوديازيبين المهدئات المستعملة في التخلص من القلق ولهذا اقترح عليك الوتيقة خمسة التي تبين تغير الكومون الغشائي نتيجة حقن مواد من صنف بنزوديازيبين في المشبك المثبت النتائج مبينة في الجدول المطلوب اشرح كيف تعمل المواد من صنف بنزوديازيبين في مستوى المشبك المثبت فكر للحظات تبين الوتيقة خمسة انه في وجود مواد بنزوديازيبين يتغير الاستقطاب المفرط المحدث من طرف القابا من ناقص 90 ميلي فولت الى ناقص 130 ميلي فولت نقول ان جزيئات البنزوديازيبين تتثبت على المستقبلات الغشائية لتزيد من اثر القابا لاحظ الافراد سعته اكبر ومدته اطول الاستقطابات المفرطة المحدثة تسمح بتعديل مفعول زوال الاستقطاب الناتج عن عمل مشابك الاساتي الكولين تغير الكومون الغشائي لا يتجاوز العتبة فلا ينشأ كومون العمل ولا يحدث التقلص العضلي فيختفي القلق نصل الان الى الخلاصة يترجم القلق المزمن بخلل في عمل مشابك الجابا للعصبونات المحركة يصبح العصبون المحرك تحت تأثير مشابك الاساتي الكولين فقط والتي تتسبب في زوالات استقطاب تنجم عنها تقلصات مفاجئة وغير متوقعة في الالياف العضلية تقوم جزيئات البنزوديازيبين بدعم أثر الجابا فتحدث استقطابات مفرطة تبطل زوالات الاستقطاب الناجمة عن أثر مشابك الاساتي الكولين فتتوقف التقلصات العضلية تقوم المواد من صنف بنزوديازيبين بدعم أثر الجابا فتحدث استقطابات مفرطة تبطل زوالات الاستقطاب الناجمة عن أثر مشابك الاساتي الكولين فتتوقف التقلصات العضلية لاحظتم أن أي خلل على مستوى البروتينات ينعكس عليه اضطرابات على مستوى العضوية بهذا نؤكد ضوء البروتينات في الاتصال العصبي بهذا أعزائي الطلبة أنهي حصة اليوم أتمنى لكم التوفيق والنجاح نجاحكم هو نجاحنا إلى اللقاء